مشكلة مو احنا معايشيها يعني هي فعلا صارت ازمة تكدس حاويات صارت مشكلة كبيرة فمجلس الوزراء من الدخل بوقتها كان الحل آني يعني لمدة شهر واحد نطبق هذا الهذا يعني من اعتمد التعرفة القمرقية المقرة وفق القانون لم يلتزم عيس الوزراء ومجلس الوزراء وهيئتكم الموقرات مو قلتوا شهر؟ ايه شهر ليش مشيتوا لان صدر قرار مجلس الوزراء اخر رقم 255 اعتقد مدد العمل بالقرار 186 ليش قبلت بالقرار الثاني؟ ما قبلنا يعني احنا اسمح اعذرني صراحتي دكتور لا 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 بالعكس انا بالنسبة لي اعتراضة كثير على هذا القرار لكن انت تشتغل بمؤسسة حكومية رئيسك المباشر هو رئيس الوزراء انت تبدي تحفظك بكتب رسمية لكن ما تقدر تقول لا تحفظ اثبتها بشكل رسمي وحتى انا اذكر باجتماعات مرة يعني حشيتها باجتماع كان بحضور السيد بعدين تبدت صار تغيير حكومي اجل السادة عادل عبد المهدي وقلت له انا اشعر بهذا القرار هو عبارة عن يعني كينما دن شرعا عملية التهريب والحمد لله يعني يعني استهالي افتهمة انه ما ما يكون من شيء خلاصة البرجماتية الحدث تقول ان العبادي اصدر قرار شرعا عملية التهريب لا مو كان الا ظرفة ظرفة بس هو ظرفة بس ليش اتمدت ليش اتمدت ما عرف هذا يعني بس هو العبادي اللي اصدره بجس الوزراء بجس الوزراء بجس الحكومة العبادي نعم صدر هذا بس هو يعني تم النفاذ منه للتهريب حل مشكلة حل مشكلة تكدسة قريات لانه صارت مشكلة تأثيرها حتى على دول الجوار يعني انت تجيك حاوية سفينة باخرة ما تقدر تنفض حمولتها بالموانئ نتيجة تكدسها كان لازم الحكومة تدخل